اشتركوا في القناة راجعنا الدرس الاول والثاني والثالث وسنكمل اليوم الدرس الرابع كيف تحسن الكهرباء طريقة عيشنا هيا عزيز التلميذ لنتعرف على اهداف درس اليوم سنتعلم اليوم ان اشرح كيف يمكن للاجهزة الكهربائية ان تساعدنا انظر معي جيدا الى هذه الاجهزة الكهربائية ماذا توفر لنا هذه الاجهزة الكهربائية رائع توفر لنا الوقت والجهد بالطبع فبعض هذه الاجهزة تستخدم في التسخين وبعضها تستخدم في التبريد وبعضها الاخر يستخدم في اعمال اخرى لتنظيف المنزل مثل المكنسة الكهربائية والغسالة حسنا سنستمع الان الى قصة احمد وجدته عزيز التلميذ دار بين احمد وجدته حوار عن الاجهزة الكهربائية وكيف تستطيع هذه الاجهزة ان تحسن طريقة عيشنا هيا لنستمع لهم جدتي جدتي اريد ان اسألك بعض الاسئلة حول حياتكم سابقا وبعض الاعمال التي تقومون بها ومن يساعدكم كيف كنتم تخيطون الملابس يا جدتي اهلا يا حفيدي كنا نستخدم الابرة والخيط لخياطة الملابس وكان ذلك متعبا ويتطلب مننا الكثير من الوقت والجهد ولكن الان يا ابني اخترع الانسان اجهزة كهربائية توفر علينا الوقت والجهد فنحن الان نستعمل ماكينة الخياطة التي تخيط الملابس بسرعة ووقت اقل كما تلاحظ عزيز التلميذ كنا سابقا لاستخدم الابرة والخيط لخياطة الملابس ولكن ماكينة الخياطة جهاز كهربائي وفر علينا الكثير من الوقت والجهد حسنا يا جدتي ولكن كيف كنتم تصنعون الخبز؟ كنا نقوم بعجل الطحين بأيدينا وكان هذا يتطلب الوقت والجهد منا لكن الان يا جدتي يوجد جهاز كهربائي يسمى خلاطة الخبز يقوم بعجل الخبز بسرعة ويوجد مصانع فيها أفران كهربائية كبيرة لخبز الخبز إذن أيضا عزيز التلميذ كما شاهد كانت الناس قديما يقومون بعجل الطحين بأيديهم وهذا يستغرق وقتا وجهدا كبيرا أما الآن يوجد أجهزة كهربائية مثل عجانة الخبز وبعض المصانع التي تحتوي أفرانا كهربائية كبيرة وهذا أيضا وفر علينا الكثير من الوقت والجهد جدتي جدتي هل تستخدمين هذه المروحة اليدوية لأنك تشعرين بالحر؟ يمكنك استعمال المروحة الكهربائية فهي تعمل بالكهرباء لتبريد المكان بشكل أسرع بارك الله فيك يا بني الكهرباء نعمة لابد أن نشكر الله عليها والأجهزة الكهربائية حسنت من طريقة عيشنا ووفرت علينا الوقت والجهد نستنتج عزيز التلميذ كما أخبرتنا جدة أحمد بأن الأجهزة الكهربائية مهمة جدا أوفرت علينا العديد من الوقت والجهد فالكهرباء نعمة يجب أن نشكر الله عليها حسناً ماذا تعلمنا في درس اليوم؟ تعلمنا تساعدنا الأجهزة الكهربائية على القيام بأشياء عديدة توفر علينا الأجهزة الكهربائية الجهد والوقت والآن صديقنا لوضيحي أحضر لك صندوقين الصندوق الأول مكتوب علي تسخين والصندوق الثاني مكتوب علي تبريد ويريد منك أن تضع كل جهاز كهربائي في الصندوق المناسب هل أنت مستعد؟ هيا معي انظر يوجد هنا مجموعة من الأجهزة الكهربائية صنفها عزيز التلميذ حسب تسخين أم تبريد ماذا تفعل هذه الأجهزة؟ هيا لنبدأ إنه المكيف رائع تبريد وهذه غلاية الماء نعم فهي تقوم بتسخين الماء وهذا فرن كهربائي أحسنت أيضا يقوم بالتسخين وهذه الثلاجة رائع أيضا تقوم بالتبريد إذن لقد صنفت الأجهزة الكهربائية حسب ما تقوم به تسخين أم تبريد حسنا عزيز التلميذ هناك رجل يحتاج منك مساعدة في الوصول إلى منزله مرحبا يا أصدقائي أحتاج منكم مساعدة عاجلة يجب علي أن أصل إلى منزلي حالا لكني لا أستطيع ذلك إلا بمساعدتكم فقط أجيبوا على الأسئلة ودعوا القيادة لي هيا لنبدأ السؤال الأول ما الجهاز الكهربائي المستخدم لكوي الملابس؟ ما هي الإجابة؟ أحسنت مكوات كهربائية يستطيع الآن أن يتقدم نحو منزله السؤال الثاني ما الجهاز الكهربائي المستخدم لقص العشب؟ هيا فكر معي رائع جزازة العشب إجابة صحيحة يستطيع الآن أن يتقدم مرة أخرى نحو منزله والسؤال الثالث ما الجهاز الكهربائي المستخدم لطهو الطعام؟ فكر يا صغيري نعم أحسنت الفرن الكهربائي يستطيع أن يتقدم مرة أخرى نحو منزله السؤال الرابع ما الجهاز الكهربائي المستخدم للتبريد؟ هيا فكر معي ما هي الخيار الصحيح نعم المكيف أحسنت يستطيع أيضا التقدم مرة أخرى نحو منزله والسؤال رقم خمسة ما الجهاز الكهربائي المستخدم لصنع قالب الحلوى؟ هيا أيها المكتشف الصغير نعم إنه خلاط الطعام لقد نجحنا في مساعدة هذا الرجل في الوصول إلى منزله شكرا لكم أصدقائي لقد وصلت إلى منزلي وفي نهاية الجزء الثالث من درس المراجعة استخدام الكهرباء نكون قد راجعنا الوحدة الثانية من كتاب العلوم مع السلامة وفي حفظ الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر